لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما ذبح على النصب والأصناع قال باب ما ذبح على النصب والأصناع وكانت الترجمة السابقة باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا وبينا من خلال هذه الروايات أنه من ترك التسمية متعمدا لتركها فهذه ذبيحة لا تحل ولكن إن نسي فلا حرك كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال من نسي فلا بأس من نسي فلا بأس قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بين الناس والمتعمد فمن تعمد ترك التسمية فهذه ذبيحة لا تحل ولكن إن نسي فعلى ذلك تحل الذبيحة كما قال ابن عباس رضي الله عنه كذلك كانت آخر هذه الروايات رواية عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جدي رافع ابن خجيد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابنا إبلا وغنما يبدأ غنم ذلك الإبل أو هذه الأنعام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعيهم فهو إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي البهيم أوابد كأوابد وحشي الظهر إننا بالأمس قلت أو بعد يعني كان أخي جذل خيرا نبيني لذلك إن الذي البهيم أوابد كأوابد الوحشي قال فما ند عليكم منها فاصلعوا بها كذا قال جدي إننا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن أفنزبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يبا يوسع لنا المسألة لم يكن هناك تعتمد آلة واحدة للذبح في حسب ولكن الأمر فيه سعة إلا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا يصلح كوسيلة للذبح قال ليس السن والظهور ولعننا ذكرنا كمسألة الاستجمار يبا استجمار بالأحجار أو مقام الأحجار إلا العظم والرجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وده من سعة الشريعة مرورة الشريعة شريعة الرحمة شريعة اليسر شريعة رفع الحرك يبا ده يسر وبالتالي لم تقيد المسألة بوسيلة واحدة ولكن كل وسيلة تصلح لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يبا كل وسيلة تصلح إلا ما أرد بالاستثناء قال ليس السن والذفر وسأخبركم عنه لي ترى استثنى ذلك الأمر طبعا لما بيجي الكلام من الشريعة إلا كذا وكذا سمعنا وطعنا يعني هذا حلال سمعنا وطعنا هذا حرام سمعنا وطعنا هذه وسيلة معتبرة ومعتمدة وسمعنا وطعنا هذه وسيلة غير معتمدة سمعنا وطعنا بغض النظر إن ظهرت لنا العلة من ذلك أم لا يعني نحن لا نبحث عن علة الحكمة وعلة المسألة ولكن سمعنا وطعنا أنا مسلم يبقى لابد من قبول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قبول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومبدأ المسلم في التعامل سمعنا وطعنا الاستجابة الفورية لما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ما أنهر الدم والذكر يصم الله عليه فكل ليس السن والظهر وسأخبركم عنه قال أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة زي ما ذكر كده في مسألة الاستجمار يعني إلا العظم والرجيع وذكر أن هذا العظم يكسب بعد ذلك لحم ليكون طعام لإخواننا من الجن والرجيع لدواب الجن لدواب الجن يبقى ذكر ذلك قلنا ذكر العل أم لماذكر ربنا سبحانه وتعالى نهى الرجل أن يطى المرى حال الحيد لما فيه من أذى يبقى على ذلك يبقى لو الآية وردت كده يبقى على ذلك ممنوع وط المرى في حال الحيد اصنع كل شيء إلا أن يكحكى ما قال النبي يا طرلي لماذا منع الشارع يبقى على ذلك ما جاء في كتاب ربكم أو في سنة النبي نتعامل معه بمبدأ واحد سمعنا وطعنا هذا نص صريح أو نص صحيح يبقى سمعنا وطعنا يطرط بذكرة العلة لماذا حرم الله تعالى أن يطارد المرأة في الحيد هو أذى في أذى يعني حتى لو لم يذكر هذه العلة فالمسلم دايما يتعامل مع أحكام ربه سبحانه وتعالى بهذا المبدأ سمعنا وطعنا سمعنا وطعنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل حدوكم فليأكل بيميني وإذا شرب فليأشرب بيميني قلنا لو الرواية وقفت لغاية هنا سمعنا وطعنا لكن هو بيّن لنا طب يطرى لماذا نهانا أن نأكل بشمالنا أو أن نشرب بشمالنا لأن الشيطان يأكل بشمالي وأشرب بشمالي يبقى مش هاكل بيمين وأشرب باليمين لأن الشيطان يأكل بشمالي ويأكل ويشرب بشمالي وبالتالي حمتنع عن استعمال الشمال ولكن مجرد قال لأن افعل كذا سمعنا وطعنا لكن ده زيادة بيان بالنسبة للمسلم يعطر البيان ده والذي على الأساس أستمع وأستجيب لابن أستمع وأستجيب لكلام الرب سبحانه وتعالى قال إذا أكل أحدكم فلأكل يمين سمعنا وطعنا إذا شرب أحدكم فلأشرب يمين سمعنا وطعنا زيادة البيان بيّن لنا قال أن الشيطان يأكل بشماله وأشرب بشماله قال أيضا نحن نوكي استقاء ونغطي الإناء ونغلق الباب ونطفي استراك وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا طالع لماذا حنوكي استقاء ونغطي الإناء إذا قال ونقول بسم الله قال لأن فيه ليلة في السنة بينزل فيها وباء لا يمر بالثقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا وزنفين ذلك الأباء أنا حستمع وستجيب قال أوكأنا الثقاء غطوا الإناء غطينا الإناء ونقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهم جزئية فيها هو البسمانة ذكر الله عز وجل مع إيكاء الثقاء أو تغطية الإناء إذا سمعنا وطعنا ده زيادة بيان بيان لنا كده إن فيه ليلة في السنة بينزل فيها وباء لا يمر بالثقاء لا يس عليه وكاء ولا إناء ليس على غطاء إلا ونزل فيه ذلك الوباء إذا أنا بستمع وستجيب إذا ظهرت لنا العلة أم لم تظهر ذكر لنا الشارع ذلك الأمر أم لم يذكر لكن المبدأ التعامل سمعنا وطعنا طالما صح هذا النص طالما صح ذلك النص قال باب ما ذبح على النصب والأصنام قال في رواية عن سالم رحمه الله أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمر بن رفيل بأسفل بلدة وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة لحمة فآبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ده كلام ده أبل نزول الوحي لكن ده فيه أمور كده يعني كان بعض العرب يفعلونها مع أنها كان من الأمور المعتادة عندهم يعني مسألة كان الزنا شرب الخامر لكن هناك من كان يأنف من ذلك الرغم من وجود الجاهلية لكن كطبع وفطرة يأنف من ذلك الأمر يأنف ولذلك قالت أتذني الحرة يعني تعجبت من ذلك فإبقى ده كان أمر أساسا لا يعاتب فيه الإنسان أيام الجاهلية في شرب الخامر وأكل الميتة ما ذبح على النصب كل ده أسياء كانوا يفعلونها وفيش عتب على أحد في أيام الجاهلية ولكن كان هناك يعني الأمر الفطري أنه يبتعد عن ذلك الأمر أمور فطرية كده بالتالي يبتعد يتنزى عن مثل ذلك الأمر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة لحم فأبا يأكل منها ثم قال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه يبقى ما ذبح على النصب حرام ودي الآية صريحة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أولى الغير الله به والمنخانقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يبقى الله تعالى بيّن لنا إيه المحرمات من هذه الأنعام يبقى حل الله جل لنا جميع الأنعام إلا ما يطلع علينا وده ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما حرم علينا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أولى الغير الله به والمنخانقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إذن كانوا يذبحون ذلك على النصب حجارة كده وعلى أيضا لأصنامهم يتقربون إلى أصنامهم فأصبحت دي ميتة ميتة ولذلك قال ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه والآية نزلت صريحة تبين ذلك الأمر ووردت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما ذبح على النصب أو ذبح للأصنام يبقى يحرم أن نطعم منه يبقى ده حرام ميتة يبقى حكم حكم الميتة يبقى لا يجوز أن نطعم منها ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبع على اسم الله قال فليذبع على اسم الله قال في رواية عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا وضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح ما كانها أخرى وإن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله يبدأ التسمية الشرط التسمية على الذبيحة حتى تحل وكذلك من أين يكون الزبحة والنحر كما سيأتي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى التسمية شرط أساسي لحل هذه الذبيحة وتذبح من الموضع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام لكن هنا الشاهد يؤكد على مسألة التسمية قال جندب ابن سفيان بجلي رضي العنو ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة قبل الصلاة والبعض كده بيتأول بيذبح ليه قبل الصلاة عشان يتمكن يطعم منه بعد الصلاة وقلنا لما يجي يذبح بعد الصلاة يبقى الوقت يمتد ويطول الوقت يعني في سلخة هذه الشاه وفي تقطعيها وفي أيضا وضعها فيه قدور لنطق لغير ذلك يأخذ وقت وكذلك أيضا وكأنه أراد أن يكون اللحم عند الناس لما هيجي يوزع ويقسم هذا اللحم على الفقراء وكأنه لما يقسم اللحم ليلا قبل الصلاة حتى يتمكنون من ذلك وكأنه يعني ده أمر ممكن يستحسنه الإنسان ولما الواحد يستحسن أمر انتبه كده لا تندفع إلى فعلي إلا بعد إمراره على الكتاب والسنة ممكن إحنا نستحسن شيء الشرع يقبحه وإن نقبح شيء الشرع يحسنه فالتقبيح والتحسين مردوا إلى الشرع مردوا إلى الشرع يبقى العقل يقبح ويحسن لكن لا ننطلق إلى الفعل إلا بعد إمرار ذلك على الكتاب والسنة يبقى الذي يحكم في تصرفات الإنسان هو الكتاب السنة ليس ما يراه الإنسان ليس ما يراه الإنسان ولذلك هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف رأوهم إنهم قد ذبحوا قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى يبقى اضحية فصل إلى ربك وانحر يبقى قبل الصلاة يبقى دي شات لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد من اللحم لكن لا تسمى اضحية حتى لو كان بلحظات فيه توقيت يبقى فيه توقيت كده للذبح فصل ربك وانحر يبقى عشان تكون اضحية يبقى تكون بعد طبعا صلاة العيد بغض النظر صلى ذلك لكن هي بتحصل بصلاة الإمام قال فليذبح مكانا أخرى ومن كانا يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله يبقى دي الشاهد من الكلام يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله يبقى كما أبين ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه يبقى ده التسمية شرط من الشروط ثم ذكر باب ما أنهر الدم من القصب والمروى والحديد قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروى والحديد طبعا في رواية السابقة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يبقى ده حلتنا الذبيحة يبقى ما أنهر الدم أي شيء إلا ما استثناء يبقى كل وسيلة يبقى جائزة إلا ما استثناء والنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي برضك أيضا نذكر لما قلنا استجمار بالأحجار ده جاءت كلام كده قال استجمار بالأحجار وبعدين قال يبقى إلا استعمال العظم أو الروس يبقى الاستجمار بالأحجار نقول أو مقاما مقام الأحجار جبناها منين ما من رواية لما استثناء كده وأبعد أبعد العظم الرجيع طب ما عادر العظم الرجيع يبقى يصلح يبقى إن كان خرق إن كان ورق غير محترم يبقى خشب كل دي تصلح يبقى كل دي تصلح لكن العظم أو الرجيع فقد ناء عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ناء عن هذا الأمر يبقى الاستجمار إلا بكل شيء إلا العظم والرجيع الذبح هنا بكل شيء ينهر الدم إلا السن والظفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام بخاري رحمه الله بواب قال ما أنهر الدم من القصب والمروى والحديد ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال أنه سمع ابن عكع بن مالك يغبر ابن عمر رضي الله أنهما أن أباه أخبره أن جاهلية لهم كانت طرع غنما بسلع فأبصرت بشات من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال أهلي تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسي إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله قال أيضا في رواية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه طرع غنما له بالجبين الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاء فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلهم أيضا في رواية عن عباية بن رافع عن عباية رفاعة بن رافع عن جده أنه قال لو رافع ابن خديجة الذي رحله قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعيرهم فحبسه فقال أن هذه الإبل أوابد كأواابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال بابوا بالإمام بخاري رح الله ما أنهر الدم يبقى كل ما أنهر الدم لكن ذكر بعض الوسائل منها القصب أو المرة أو الحديد الحديد زي السكين وغير ذلك وكذلك أيضا بالحجر طالما أنه يتم الذبح من خلاله وتقطع به الأوداك تقطع به الأوداك وكذلك أيضا يبقى دي وسيلة يعني دي وسيلة من الوسائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها فيقول في ذلك كعب رضي العنو أن جارية اللوم كانت طرع غنما بسلع طرع غنم فصارت بشات من غنمها موتة يبقى كده أو شكت على الموت فكسرت حجرا فذبحتها فقال أهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله وده كان حال دايما الصحابة رضي العنو ما ترى عليهم من أحداث أو وقائع يعودون دايما إلى الشرع ما حكم الشرع في المسألة وده حال الإنسان دايما يعني لا يتقدم كده لأي خطوة ولا يتقدم لقول أو فعل بناء على ما يرى ولكن دايما بناء على ما يرى الشرع دايما كده يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله وتقول الله إن الله سميم عليه خلي بالنا هي مبدأ بس المبدأ الواحد يربي نفسه عليه المبدأ كده يبقى عندي كده ترتيبات يبقى عندي كده ترتيب فيه آليات معينة عشان بناخد بها القرار يبقى دايما ترى يا ذبحت كده الذبح بتاعها صحيح أم لا فعلى ذلك طبعا كادت الغلم أن تموت ولعلها لو ذابت تأتي بالسكين حتى تقوم بذبحها فعلى ذلك لا تتمكن يكون ماتت وده مال فيضيع ذلك المال على صاحبه ولكنها يتصاره تذل التصارف فكسر حجن فذبحتها فقال أهلي لا تكله حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرث إليه من يسأله يتقدمش نأكل منها ولا نأكل يبقى نمسك عن ذلك وإحنا مرة علينا رواية عن أبي قتايد رضي العنو لما اصطد هذا الحمار الوحشي وبالتالي أن البعض أكلوا البعض امتنع امتنع كده لأنه كانوا حرم فطرى ده صد بر هل يطرى يبقى لنا الحق أن لا أكل منه أم لا فطبعا هنا يعني يعني ما أيصر الورع كما قال ابن سنان رحمه الله ما أيصر الورع ما أيصر الورع دع ما يريبك إلى ما يريبك دع أشكلت فيها المسألة يبقى نسأل لأننا مأمور بطرك الشوهات مأمور بطرك الشوهات حتى يستبرأ الإنسان العرضي وديني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أدرى يبقى حلال هل تصلح دي وسيلة ولا لا تصلحك وسيلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها فأمره بأكلها يبقى فأمره بأكلها يبقى لا حرك يبقى اعتمد هذا الأمر يبقى إقراره إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصحة تصرف هذه الجارية وأنها لما استعملت ذلك الحجر لذبح هذه الشاة يبقى قراء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام بخير الحلام أنا أرد من القصب والمروة والمروة هو حجر أبيض والحديد يبقى يكمل حجارة أو كامل حديد أو أي وسيلة طالما يكون باستن أو الظفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشريطة أن ينهر به الدم كما قال كل مسكر القمر كل خمر الحرام يبقى ده حرام مسكر أو مش مسكر مسكر يبقى حرام سواء كان جميدا أو كان مائعا طالما أنه يوصل الإنسان لحد الإذكار يبقى على ذلك هو حرام كل مسكر الخمر يبقى ده قاعدة هو يبقى هو مش الخمر أصناف معينة يبقى كانت تصلنا على أيامين على عديم لكن لا كل مسكر خمر والخمر ما خمر العقل الخمر ما خمر عقل يبقى ما أذهب عقل الإنسان هذا خمر سواء كان جميدا أو كان مائعا كثيرا كان أو قليلا ما أذكر كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة ليس بالشخص ده ممكن الشخص يكون اعتاد ويقول لك مهما يتعطى الحشيشة ده ما بيذهبش عقله مهما يتعطى الخمر لا يذهب عقله مش العبرة بالإنسان ده ولكن يعني كم الكبير ده لو شرب هل يطال يذهب عقل الإنسان يذهب عقل الإنسان يبقى قليله حرام والخمر ما خمر العقل وكل ما كان مسكرا كان خمرا وكل طبعا خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا برضا أعطانا هذه القاعدة أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا أن يكون سن أو عظم قال أيضا في رواية الرجل من بني سلم أخبر عبد الله أن جالات الكعب بن مالك رضي الله عنه طرع غنما له بالجبين الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاء فكسرت حجر فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها هذا آخر رواية عن عباية ابن رفاع بن رافع عن جده رافع بن خديد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنها ليس لنا مدى فقال ما أنا ردام وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظ وندى بعين فحبسة يبقى ضربه بسهم كما بينا في الرواية السابقة قال فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبل أوابك أوابد الوحشي فأمر غلبكم منه فاصنعوا به هكذا يبقى زي الحمارة الوحشية وغيره يبقى ده حكم حكم الصين حكم حكم الصين يبقى غير لما يكون بهيمة يتمكن من الإلسان يبقى لا تحل إلا بالتذكية كما ساعت الكلام لكن هو ندت منه ووقعت في بئر لا أقوى على الاتنبيهة وبالتالي غمست رأس هذه أو حشلت رأس هذه البقرة في ذلك البئر فإن أخرجناها فعلى ذلك ستقلع رقبة هذه البقرة ترى كيف نصنع كيف نصنع يبقى نفعل بها يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعملها معاملة الصيد معاملة الصيد فإذلك ضربها بيسام فحبسها فقال هذه الإبل أوابك أوابد الوحش فأما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا يبقى يتعاملنا معاك الصيد في الذبح كذا لابد من قطع الودجين اللي هو العروق كان الجانبية مع الحلق ده الذبح كما سيأتي الكلام لكن ده ما بوجه ذبح ده هو مثلا أصاب السامي في فاخذة ومات متأثرا بذلك يبقى زي الصيد يبقى لما الصيد بيرمي بالسامي يقول بسم الله رمى بالصيد وخذق السامي ده ووصل بحده وخذق الجلد إلى اللحم ومات متأثرا بذلك يبقى على ذلك هذا حلال يبقى ده الصيد كده صيد فده أنا مش هتمكن منه وبالتالي هاي اللي يضيع للشارع أمرنا بصنانة المال حتى لو كان قليلا أمرنا بصنانة المال حتى يقال لذلك ذكر لنا كيف نتصرف يعني كيف نصرف في هذه الحالة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل أوابت كوابت الوحش فهما غلبكم منها فاصنعوا به أكذا ثم ذكر باب زبيحة المرأة والأمة زبيحة المرأة والأمة هل يطرى يعني زبيحة المرأة تؤكل أو لا تؤكل طب زبيحة الأمة تؤكل أو لا تؤكل طبعا يعني في رواية السابقة يعني أن جارية كانت لهم طرع غنما وأبصروا الشاد من العالمية موتا فكسرت حجر زبحتها وحل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمة يبقى زبيحة الأمة أو المرأة الصفة عمة يبقى إيه حلال قال باب زبيحة المرأة والأمة فذكر هذه رواية عن نافع عن ابن لكعب الممالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاتا بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها فأمر بأكلها يبقى زبيحة المرأة حلال وزبيحة الأمة أيضا حلال قال أيضا في رواية عن نافع رجل الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أقبرة والنجارية لكعب الممالك فأصيبت شاتا منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها يبقى معنى كده أن ذبيحة المرأة حلال وذبيحة أيضا الأمة حلال ورواية صحيحة ورواية صريحة في ذلك الأمر وليه يذكر الكلام ده لأنه ببقى فيه سعة كلام يتداول بين الناس وكأنه دين يعني ذبيحة المرأة لا تجوز لا تحل ذبيحة المرأة يعني البعض يقول ذلك وأن المرأة اللي كي تذبح لابد أن تأخذ الإذن من إيه يعني من جزار يعني ده كلام يتداول وبالتالي الكلام ده ممكن يبقى لي يوقع عند طائفة كبيرة من الناس يظنون أن المرأة لا يجوز لأن الزبح كده وكأنه يعني لا تناسب مع خلقة المرأة الزبح المرأة لهذه الأشياء كأنه لا تناسب مع خلقة المرأة المرأة بتخشى أو بتغاف من الدماء أو من السكينة أو غير ذلك أو أن المرأة تحتاج إلى إذن كما يقولون عادات بتبقى وكلام كده بيستقر وكأنه بقى دين يعني الناس بيصل اليوم هذا الأمر يعني تجد الأسئلة دي من الناس لا تظن أنهم يجهلون هذه المسألة ولكن بيسأل كده هو المرأة الزبحة بتاعتها تجوز أو لا تجوز يعني تخيل يعني غياب الشريعة عننا وغيابنا عن الشريعة جعلنا ممكن نسأل في مسائل دي مسائل واضحة جدا في الشرع مين اللي منع من ذبيحة المرأة مين الذي منع من ذبيحة المرأة دي ذبيحة الآمة فبالك من مرأة الحرة يبقى من بابه أولى وأحرى لكن بنقوله أن فيه كلام بيستقر يعني يعني إيه اللي خلق الإمام بخاري رحو الله يبول الأبواب دهية لأن ده كلام بيستقر كده في النفوس أن المرأة تكون بعيدة عن ذلك وأنها ليست من أهل من يبشر الزبح لأن الزبح لا تلاثب مع خلق المرأة وطبيعة المرأة لا ذبيحة المرأة حلال يعني من الذي منع منها فإحنا ننتمي برضك أن يعني بيبقى فيه مراجعات دايما للعداد التي استقرت في نفوسنا أو بعض المعلومات المستقرة في نفوسنا بنحتاج أن نرجح عشان كده دايما نذكر بمقولة ابن عون رحمه الله ثلاثهم وحبوا لنا نفسي إخوان هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها افتش ابحث ابحث السنة جات بكل دقائق إحنا بنحتاج إليها لصلاح الدنيا والدين بس محتاجين أن احنا أتعرف عليها أسألة كلها أن احنا نتعرف على ذلك والحمد لله يعني أن مسألة تعلم الشريعة يعني سهلة وميسورة يعني إحنا مش هنبدأ نبحث هنا ومعناك لكن دي أصبحت مصنفات كده بين يديك تستطيع من خلالها أن تحصل على السنة هذه إحنا بنتكلم من خلال صيح البخاري رحمه الله يبقى حنلم يعني سنن كثيرة جدا وغالب هذه السنة فنجد أن هي بقت مجموعة في كتاب بأمر ميسور لكن إيه المطلوب مني أنا أطالع بس أنا أطالع بس السنة أقعد أقرأ كده زي ما أحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل محتاجين يعني قول ذلك مش السنة لما أجي أنا إلى محاضرة أو درس دروس العلم تعلمت بعض السنة أو فتش عنها أبحث ليه لأن دي طريق الإلسان إلى الجنة طريق إلسان لتحقيق الاتباع وطريق إلسان للجنة ماك من ذلك في إتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم طب أتبع هديه إزاي وأنا أجهله يعني كيف أتبع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجهله أو أعلم القليل والكثير أساسا نجاله وما نعلمه كما بينا قبل ذلك ما نطبق مما نعلم أقل بكثير مما نعلم وما نعلم أقل بكثير مما جاءت به السنة يعني هنجد إحنا قليل قليل ولكن مش منشغل لا بد أن نشغل انشغال يعني بيّن بمسألة البحث والتفتيش والتنقيب عن السنة التي نجالها لأن هذه خطوة أخطو بها إلى الجنة وخطوة تبعد الإنسان عن النيران يبقى عشان أنا السنة لما نيجي نتعرف على السنة ونطبقها يبقى أنت أخدت خطوة كده إلى الجنة وأخدت خطوة في المقابل في إبعادك عن النيران يبقى دي السنة أقترب للجنة وأبتعد عن النيران سنة طب كم من السنة إحنا من جالها وخاصة في الأمور الحياتية يعني خاصة ده في الأمور الحياتية حاجات ممارسات إحنا بنمارسها لكن لو نعلم أنها سنة فأنت فعلك يوافق السنة لكن لا سواب لك عشان أنا أثاب على ذلك لابد من القصد لابد من النية معيني يقول لك الحمد لله أنا من بداية نعمة أصغاري كده بتعود أكل منه أشرب اليمين فأقول لك بس أنت مش عشان توفق السنة دي هي عادة لك كده تربيت على كده لكن عشان أنا أثاب يبقى أنا بأكم اليمين استحضارا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن سألتك عن ذلك لا تقول لي هي عادة ولكن قول السنة ورد بذلك لماذا تشرب باليمين ولا تشرب بالشمال السنة جاءت بذلك يبقى دايما كده عشان أثاب لابد من نية وبينا حتى اللقم يرفع الرجل فيه مرأة يحتسبها كانت له صدقة بس يحتسب الكلام ده وبيفعلها كده يقول لك الحمد لله دايما أنا بنفذ الكلام ده بس أنت بتنفذه كعادة أو أمر كنت تودت به إلى مرأتك لكن هو كما يحتسبها لازم القز ولازم النية فالنية دي تدخل مع كل الأعمال فدايما ما فيش عمل أنت يمر عليك إلا كلك في نية ففي أعمال نحن يفعلها بحكم العادة أو تربة نسانة كده تتفق مع السنة لكن ليس لك ثواب ليه لأنك لم تنتوي إصابة السنة معين أنت وافقت السنة فرق أننا نوافق السنة في فعل أو في قول وأننا أنتوي ذلك فعلا وافقة السنة لكن أنا وافقت السنة كده فننتبه كده شو بقى توافق السنة وليس له أجل ولا ثواب طب يبقى كان نقصه إيه ما كانش نقصه عمل زائد ركن زائد ده كان كل اللي فيها ينتوي بس يبقى قصد اتباع السنة فجذلك قال باب زبيحة المرأة والأمس ثم ذكر الباب التالي قال باب لا يذكى بالسن والعظم والذفر قال يذكى بالسن والعظم والذفر ذكر في رواية عن رافع النخديد رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والذفر وبعدين السن فقال هنا لا يذكى بالسن والذفر لكن الباب بخيري الحمد لله قال لا يذكى بالسن والعظم والذفر يعني جاب العظم منين لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عنه أما السن فعظم أما السن فعظم فقال من فقر المنبي بخيري الحمد لله قال لا يذكى بالسن والذفر قال بالسن والعظم والذفر يبقى هنا زيادة البيان وإضاح البيان وإعجابها منين زي ما إحنا مرة علينا كده أنية المجوس الرواية ما فهاش أنية المجوس ولكن جاب منين أنية المجوس الرواية بتتكلم على أنية أهل الكتاب أنية أهل الكتاب لما كان المنع منها إنهم كانوا يطبقون في قدورهم الخنزير واشربون في أنيتهم الخمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستعملوا أنية آل الكتاب إلا أن لم يجدوا غيرها طب نستعملها إزاي فاخسلوها ونستعملها يبقى عشان هم بيأكلون فيها النجاسات فكذلك ذبيحة المجوس هي ميتة في نجسة يبقى يتنسب كده أن احنا أيضا أنية المجوس أنية المجوس ماذا نصنع فيها ذبائح المجوس لا تجوز ميتة أساسا غير ذبائحها للكتاب هي حلالة لنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لكن المجوس زباح المجوس ميتة فعلى ذلك يبقى أحتاج ممكن تستعمل أنية المجوس تستعمل أنية المجوس ولكن بعد أن لم تجد غيرها وتقوم بغسلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بينا أيضا قال أن صيد اليهودي أو نصري أو المجوسي هذا صيد حلال صيد حلال لأنه لا يحتاجه طبعا هنا وليس بيذكي الصيد هو ميتة كده دي تذكيته كما بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يذك بالسن والعظم والذفر فذكر هذه اللوية عن رفع بن خديد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنار الدم إلا السن والذفر قال أخبركم عنه أما السن فعظم أما الظفر فمدى الحبشة ثم ذكر الباب التالي قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ونرجعنا كلاب سبحانه وتعالى لمرة قادمة تابد ذلك القدر قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوالوا قولوا قولوا